ويسعد صباحكم وصباح الوطن ويسعد صباح الجولان الحبيب بكل تفاصيله أهلا وسهلا فيك أهلا فيك في صباحنا يعني خلينا بالبداية هيك نحكي مع حضرتك اليوم عن دور الفن وثقافة المقاومة لدى الشعوب نعم بطبيعة الحال ثقافة المقاومة هي شيء متأصل في شعوب هذه المنطقة لأنها طالما عانت من الاحتلال على مدى سنين طويلة ومرت عليها غزوات متتالية وكانت دائما هذه المنطقة من العالم هي محط أطماع بمختلف الأزمان والعصور لذلك تأصلت في جينات إنسان هذه المنطقة دعيني أقول ثقافة المقاومة أي أن هذا الإنسان هو مقاوم بالفطرة وليس أدل على نجاح هذه المقاومة إلا أن كل من نقرأ عنهم اليوم بأنهم مروا على هذه الأرض وزالوا مهما طال الزمن من المهم جدا أن تكون ثقافة المقاومة موجودة في كل أيام أو في كل لحظة من لحظات الحياة ولا تكون مرهونة بلحظة الاستهداف لا تذكر المقاومة عندما يكون هناك احتلال فقط لكننا نغرس هذا الفكر ونغرس هذه الثقافة في أذهان أطفالنا وأبنائنا بطرق مختلفة وعلى المدى الطويل ولذلك تجدين لحظة الاستهداف تجدين أن هذا الإنسان مهيئ البندقية حتى تطلق الطلقة بالاتجاه الصحيح ونحو العدو الصحيح هذا الأصبع الذي يضغط على الزناد هو آخر المطاف يجب أن يصنع هذا الإنسان وهذه التوجهات لذلك أقول بعد مئة عام من وعد بلفور لو لا ثقافة المقاومة لكانت الأجيال التي ولدت ما بعد الاحتلال الصهيوني وتربت لكانت نسة فلسطين على سبيل المثال ولكن بعد مرور أكثر من مئة عام على وعد بلفور لذلك الشاب الذي يكون في مقتبل العمر يحلم بأن يقوم بعملية فدائية ضد العدو الصهيوني هذه هي الثقافة المستمرة والتي تزرع بطرق مختلفة مدام ليلى يمكن دائما نعيد ونكرر ومنقول لا يموت حق وراءه مطالب سواء فلسطين المحتلة يلي نفس العدو مغتصب أرضا وسواء الجولان السوري جولان وبوابة فلسطين نعم والذي سيطقى سوري لا ولن نقبل بغير هذا البند لو تم توقيع إصاصيانية يمكن الدولة السورية هي دولة ذات سيادة ما فينا نحن يعبر من خلال الاستطلاع الذي بثه قبل قليل عبر المواطن العادي المواطن البسيط عبر عن حقيقة مهمة جدا ما كتبه ترامب على الورق يشبه ما كتبه بلفور بلفور أعطى فلسطين لليهود منذ عام 1917 فأي استقرار هل حلم الصهاينة بلحظة استقرار واحدة هم الآن يبنون سورا عازلا حول القدس وسورا عازلا حول الضفة هذا يعني أنهم لم ينعموا بالاستقرار ولذلك لا يعني المواطن السوري ولا يعني ابن الجولان ولا أمهات الجولان ولا أسر الجولان لا يعنيهم أبدا هذا الحبر على الورق إذا كان ترامب يريد أن يصدر أزماتي إلى الخارج ويريد أن يلفت الانتباه عن انخفاض شعبيته وعن تدهور صورة الولايات المتحدة الأمريكية التي برزت كداعم للإرهاب بشكل صارح وفاضح لا يعني المواطن السوري هذا التوقيع أي شيء وليس فقط توقيع ترامب هو المناسبة كي نؤكد أن الجولان السوري كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ثانية يولد لدينا طفل أول ما يغرس في ذهنه أن هذه الأرض هي أرض سليبة أرض محتلة كما أرض فلسطين كما أرض اسكندرون هذه أرض محتلة طال الزمن أم قصر ستعود طبعاً ودائماً هناك وقفات من أهلنا في الجولان السوري المحتل في كل عام وهم أيضاً يرسلون لنا مواقفهم في كل المناسبات بـ 2014 شباط نحتفل دائماً بيوم التمسك بالهوية نعم بذكرى رفض الهوية رفض أبناء الجولان المحتل الهوية الأخرى قمتم بفعاليات ثقافية لنتحدث عن هذه طبعاً مواقف أهل الجولان لم تتوقف لحظة واحدة منذ الاحتلال لم تتوقف لحظة واحدة في كل المناسبات في 14 شباط من كل عام تكون ذكرى الإضراب الكبير وذكرى رفض الهوية والحصار الذي حصل لأهلنا في الجولان كان صمود أسطوري لم يكن قتال فقط بالعمليات الفدائية وبالنضال خلال الأسر ولكن أيضاً عندما حاصر الصهاينة الجولان المحتل وضيقوا على أهله الخناق فأكلوا أعشاب الأرض ولم يقبلوا بالهوية السورية أيضاً في تشرين الماضي تشرين من نهاية العام الماضي كان تقريباً تكرر الموقف عندما رفض الأهل في الجولان الانتخابات المحلية لأن الانتخابات المحلية تعني الاعتراف بالعدو طبعاً كانت نشاطاتنا الثقافية دائماً تتمحور كان موضوع الجولان حقيقةً حاضراً وأنا أقول هنا من ناحية الثقافية كان موضوعاً دائماً وحاضراً على مدار العام لكن كان هناك بعض الشهور مدام ليلة يمكن أعوام أنتم خلال ملتقى المقاومة بال2015 و2017 ويمكن بال2000 لغاية 2017 عقد ملتقى المقاومة كان اسم الملتقى المقاومة ثقافة وانتماء ولكن كان الجولان حاضر فيه نعم في الدورة الثانية كان عنوان الملتقى الجولان بوابة فلسطين كان طبعاً الملتقى عبارة عن أربعة أيام كان تقام في دار الأوبرا لكن هو كان تتويج لأكثر من مئة فعالية على مستوى ريف دمشق على كل المستويات بمعنى أننا إذا عملنا مع الأطفال بعمر خمس سنوات كنا نعمل على ترسيخ صورة العلم السوري من خلال ررشة الرسم من خلال ورشة القراءة استخدام كل وسائل الثقافة كروافع للقضية الوطنية وهنا ندخل إلى موضوع ثقافة المقاومة ثقافة المقاومة تنقسم إلى شقين باعتقادي الشق الأول هو متأصل فينا هو متجذر فينا هو شيء طبيعي جداً لكن الشق الثاني هو ما نعمل عليه نحن اليوم لم تعود الحرب مجرد مندقية في مواجهة العدو اليوم نحن نواجه العدو يحاربنا بكل السبل بكل الطرق لذلك يجب أن لا تقتصر يجب أن يمنهج تمنهج ثقافة المقاومة وتؤثر بمعنى أننا من خلال الرسم على سبيل المثال نحن كمشتغلين لا أقول كمثقفين ولكن أقول كمشتغلين بالشأن الثقافي سلاحنا الريشة سلاحنا القلم سلاحنا الكتابة هذا هو المجال الذي نستطيع أن نعمل به هناك جيش يقاتل ويحارب ويؤدي ما عليه في هذا النطاق يجب أن نعمل على توظيف هذه الوسائل في خدمة القضية أحياناً رغم كل الحصار تصل صورة رسام كاريكاتير وهذا في الملتقى المقاومة الأخير كان إحدى أهم المحاور إقامة ورشات عمل للشباب في خبراء كانوا من خارج القطر كي يدربوا الشباب في مختلف المناطق على كيف يلتقط الفكرة ويحولها مثلاً إلى كاريكاتير سياسي أحياناً هذه الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وعبر هذا التشابك الذي حصل في العالم هذه الصورة قد تصل وتصل قضيتك معها أكثر بكثير مما يصل خطاب سياسي أو أكثر بكثير مما يصل حتى بعض الوقفات نحن محاصرون إعلامياً وبالتالي عندما تشتد الأزمات أول ما ينزل البث عن القمر الصناعي ونحجب وللأسف كشويش حتى نحن محاصرون حتى من الأعراب الذين أعتقد أن قرار ترامب كان جاء هو خاتمة لكل ما قاموا به من عمليات التطبيع في السنوات الأخيرة أحياناً صورة فوتوغرافية تلتقط في لحظة مناسبة يمكن أن توصل قضيتك ويمكن أن تقلب الطاولة عليهم داخل دولهم وأحياناً هذه الشعوب التي يخدعونها بأنهم يناصرون الحرية يكفي صورة طفل واحد أو صورة مجزرة أو صورة لقطة تأخذ بفلم سينمائي بطريقة أو بأخرى عندما تصل الأفلام السينمائية إلى المحافل الدولية تصل إلى المسابقات فأنها تخترق الحصار يعني يصل فيلم سينمائي قصير لشاب هاوي أرسلوا عن طريق إحدى لينك على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يوصل هذا الفيلم القضية أكثر بكثير مما تصل أصوات السياسيين أو أصوات لذلك أنا أؤمن جداً بأن هذا النهج يعني هذا يجب القضية الكبيرة تحتاج إلى حاضنة قوية يمكن الثقافة اللي عم تحكي عنا هي أو ثقافة المقاومة هي مجموعة رسائل ويمكن هذه الرسائل عم بتكون قوية سواء من خلال مثل ما حكيت يا حضرتك صورة ونحن نذكر أيضاً الثقافة المقاومة من وقت ما كنا نحن صغار كانوا أهلنا يدربون علي بشكل غير مباشر أنه مثلاً أنا بذكر الجولان وكنا نسأل أهلنا الجولان شو الجولان؟ الجولان هو قطعة من سوريا ومحافظة من محافظات سوريا ولكن الجولان محتل لأن الجولان يتمتع بأرض خصبة أطماع العدو الإسرائيلي متوجهة أنظاره متوجهة حول هذه الأرض يعني ثقافة المقاومة يمكن الأهل بيزرعوا بالطفل من وقت ما بيكون أول ما بينشأ وهو مان وحاسد فبيوع الطفل وهو متمسك بقضية مثل أطفال فلسطين كيف عم بيدافعوا وأيضاً نحن هلأ حالياً كيف عم نربع لي قديش مهمة الثقافة وخاصة للطفل طبعاً البناء منذ الصغر أنا عندما أغرس في هذا الطفل عندما أعلم الطفل قصيدة عن الجولان يعني تبقى في ذاكرته وتبقى في داخلي أنا أذكر عندما كان عمري سنوات قليلة كان كلما أردت أن أشارك باحتفال كان والدي يفتتح لي كان يفتتح لي الكلمة التي ألقيها وكنت أقرأ بصعوبة صغيرة باسم الكفاح اليعربي باسم الجراحات الخضيبة باسم الدم المسفوح يغلي في فلسطين الحبيبة غرست فلسطين وغرس الجولان وغرس العداء للصهاينة في داخلي هنا أنت تشيرين إلى قضية مهمة جداً التطبيع هم يشتغلون على التطبيع بطريقة مرعبة التطبيع أن تشاهد علم الصهاينة ببساطة دون أن يهتز لك جفن هذا لا يأتي بمرة واحدة اليوم عندما تسمعين بأن طفل يرفض أو يتنازل عن بطولة رياضية أو يخسر البطولة لأنه لا يريد أن يواجه على رقعة الشطرنج أو في الكراتي أو في أي مكان لا يريد أن يواجه طفل صهيوني لأنه لا يعترف بوجوده لا يعترف بحضوره فهذا مهم جداً جزء كبير من مهمة ثقافة المقاومة أن تقاوم التطبيع عندما للأسف تعرض الشاشات أن أحد وزراء الصهاينة يزور دولة عربية ويشارك في مناسبة ثقافية ويخرج لنا الكثير من المتبجحين بأن يقولوا بأن هذا نشاط ثقافي وتقارب وشعور المنطقة وشعوب المنطقة هذا من أكبر الأخطار أن يصبح هذا الأمر طبيعياً وأن يصبح تقبل هذا يعني على مبدأ تقبل الآخر أن أتقبل كل الكون ولكن ليس العدو الصهيوني ما دامت حقيقة أن أرضي محتلة فحقيقة المقاومة قائمة المقاومة مبنية على احتلال الأرض منذ الغد فليعيد فلسطين وليعيد الجولان تسقط مبررات المقاومة أصلاً لكن ما دمنا مستهدفين وأرضنا محتلة يجب أن تبقى المقاومة مستمرة وأنا أذكر أحد طلابنا الذي سافر للدراسة في الخارج خرج إلى المطار طبعاً الشركة تنظم أو الجامعة تنظم خرج إلى المطار يريد الخروج للمطار للسفر ليعود إلى الوطن فيسافر هو وطالب آخر في منتصف الطريق يكتشف أن هذا الطالب صهيوني ويكتشف أيضاً أن هذه ليست صدفة أنهم حتى في الخارج يحاولون عملية الدمج والتعود فهو يوقف مخالفاً شروط يوقف السيارة في منتصف الطريق يحمل أمتعته ويعود إلى الفندق ويخسر تذاكر الطائرة لأنه يرفض أن يكون في مكان واحد مع إنسان ينتمي إلى دولة احتلت أو ينتمي إلى كيان وليس الدولة وهي الثقافة التي تحدثنا عنها من بداية ما قلنا اليوم نحن اليوم بلد المقاومة وثقافة المقاومة موجودة دائماً عنها أيضاً من أبرد خليني أقول الدور الثقافي كان أيضاً الهوية الفنية الأفلام وغيرها من الأمور اللي حملت هوية شعب بأكمله كان لكون شيء ما يحترق الهوية أوراق من دفتر الجولان مواضيع مهمة جداً طرحتوها عبر هذه الأفلام خلينا نتحدث عنها من ضمن النشاط يعني من ضمن نشاط الملتقى ونشاط المهرجان أن يركز على الإنتاج السينمائي الوطني فيعرض في مختلف وطبعاً الريف له خصوصية بأنه يعرض في المناطق البعيدة ويعرض في القرى البعيدة التي لا يوجد فيها دور للسينما نحن للأسف نقول أنه حتى في المدينة عادت دور السينما قليل فكنا بالوسائل البسيطة نعرض هذه الأفلام الأفلام التي ذكرتها هي الأفلام التي أنتجتها المؤسسة العامة للسينما حول موضوع الجولان تحديداً في شيء ما يحترق يعني تصور السينما ويصور الأستاذ غسان شميت مخرج مخرج هذه الفيلمين يصور حالة هذه الثقافة المقاومة بداخل هذا الإنسان الذي أجبر على مغادرة أرضه في القنيطرة ولكنه بقي في مكان قريب وبقيت أرضه على مرمى نظره لم يستطع التأقلم بطل هذا الفيلم لم يستطع التأقلم أبداً مع حقيقة أنه فقد أرضه إلى الأبد ولم يستطع التأقلم أبداً مع أنه يجب أن يبني بناء من الإسمنت ولا يريد أن يبني لأنه يعرف أنه هو موجود هنا بإقامة مؤقتة وأنه لا بد سيعود إلى هذه الأرض في فيلم الهوية هناك حقيقة جمع وأنت قلتي أن اليوم هذا البلد هو أصل المقاومة دمشق اليوم سوريا هي عاصمة المقاومة وبعد تشكل أو بعد أن اكتشفنا جميعاً أنه لا خيار إلا المقاومة جرب الآخرون الحلول والحوار وقبول الآخر ونجد إلى أين ذهبت أصله واتفاقات وادي عربة وغيرها ماذا أثمرت فبعد أن أصبحت المقاومة هي الخيار الوحيد ودمشقية العاصمة في فيلم الهوية تحديداً أنا هنا أذكر المحور كاملاً لأنه في فيلم الهوية يجمع فيلم الهوية بين فلسطين والجولان كبوابة لفلسطين وبين سوريا وهو طبعاً يبني على فكرة يعني على فكرة موجودة لدى بعض بعض الناس في سوريا وفي العالم مبنية حول التقمص فهو يصور بطل هذا الفيلم بأنه هو كان يعيش في داخل فلسطين وحين يعود ويولد في الجولان وحين يدخل إلى فلسطين في مناسبة عزاء يعني يكتشف أن له حياة سابقة وهذه الحياة كانت في فلسطين طبعاً هذا كل المناضلين كل الأسرة على سبيل المثال حين عاد سميل قنطار عندما يقول بعد 30 عاماً من الأسر يقول أنا عدت إلى هنا كي أعود إلى فلسطين وعندما يحير العالم بأنه هذا الذي ولد في لبنان وأسر في الكيان المحتل نتيجة عملية فدائية واستشهد على جبهة المقاومة في سوريا فإذن تأصيل هذه الفكرة عبر السينما هو أحد الأشياء الهامة جداً وهذا الدور المهم جداً لأنه دور مهم تلعب السينما يلعب الفن بشكل عام بطبيعة الحال الفن التشكيلي السينما ثقافة الصورة اليوم ثقافة الصورة هي الأسرع يعني حتى أنا عندما أكتب على صفحات تواصل اجتماعي تلفت نظري الصورة مباشرة أو عبارة أو عبارة أحياناً يكون هناك كلام طويل مكتوب وربما يكون هام جداً ولكن لا وقت للقراءة صحيح أما الصورة فيصل الانتباع مباشرة يمكن هذا النوع من الفن هو تجسيد للحالة يمكن عبر الرؤية البصرية وخاصة لكل حد يشوفه يمكن أحياناً يمكن يكتبوا معلقات ولكن يمكن الصورة هي تلفت النظر نعم بتكثف كل الأفكار بتشد سوريا أثبتت أنه هي مقاومة مو بس للكيان الصهيوني الإسرائيلي ولكن عبر حرب 8 سنين سوريا قومت العديد من الدول التي تكثفت عليها وحالياً قرار ترامب فينا نقول التعصف باستخدام ما نحق له هو تعصف باستخدام شيء ما نحق له لا يملكه لا يملكه كما في بلفور من لا يملك لمن لا يستحق حقيقة نحن في سوريا كنا ندرك تماماً وكانت الرؤية واضحة تماماً أن هذه النتيجة هي المطلوبة من كل الحرب على سوريا سوريا حاربت الكيان الصهيوني في محطات مختلفة وإن كان في جنوب لبنان أو في الجولان لكنها حاربت أدوات هذا الكيان من خلال سنوات الحرب المفتعلة في داخل سوريا قرار ترامب هو المحصلة لاستهداف سوريا السبب استهداف سوريا بالأصل وسبب هذه المؤامرة الكونية على سوريا وما جمعوه من شذاذ الآفاق كي يقاتلوا في سوريا وأفرغوا سجونهم من المحتالين والنصابين والقتلة والمأجورين كي يأتوا بهم إلى سوريا كانوا يأملون بأن تسقط سوريا خلال أشهر كما حدث لبعض الدول وتتحقق هذه النتيجة بأن تكون إسرائيل آمنة هذا الكيان المحتل بأن يكون آمنا قرار ترامب هو محصلة لاستهداف سوريا ومحصلة لكل ما قام به الأعراب من خيانة تجاه سوريا ومن تطبيع مع الكيان الصهيوني كانوا يمهدون الطريق كي ينعم هذا الكيان بالأمان لكن حقيقة كانت سوريا وشعبها المبني على ثقافة المقاومة كان واعي لهذه المؤامرة وبالتالي حارب البديل وحارب الأصيل وهزيمة البديل على الأرض هو الذي سرع بهذه القرارات لكن كما قلت لكي ليس تنظيرا أن نقول هو حبر على ورق قد يكون من أخطر المواقف لكن ليس بهذه البساطة يستطيعون تمرير مثل هذا أصلا إذا مر على حكومات ومر على دول صاحب الحق وصاحب السيادة هي الدولة السورية وصاحب الحق الأقوى هو صاحب هذه الأرض حتى الشرعية الدولية رفضت هذا القرار أغلب الدول الأوروبية أدانت هذا القرار ولم تعترفه طبعا القرار يعبر عن ما يحاول تصديره أعود أقول ما يحاول تصديره ترامب من أزمات انخفاض شعبيته داخل مجتمع ترامب قام بتصرفات أمريكا هي داعمة للإرهاب من يوم ولدت ولكن ترامب فضح هذا الدعم وجعله لمجال للدفاع عنه أنا أقول البوصلة والمعيار هي شهداءنا المزرعين في تراب الجولان الدم السوري اللبناني الفلسطيني الذي امتزج في تراب الجولان سابقا وامتزج في خلال الحرب هناك شيء مهم جدا نفس أبناء الجولان ونفس أبناء هذا الشريط الحدودي الصامد الذين قدموا الضحايا في حرب تشرين والذين كانوا آباؤهم في حرب فلسطين في عام 1936 عندما وصلوا إلى داخل فلسطين هم نفس أحفاد هؤلاء الذين حموا هذا الشريط ولم يسمحوا للصهاين أسقطوا المشروع الصهيوني بأن يخلق شريط فاصل بين سوريا وأرض الجولان المحتل وبين سوريا وفلسطين فهذه المعادلة مستمرة والوقفات والمواقف التي نراها هي وقفات شرف وبطولة وهذا الوطن الذي دفع كل هذه الدماء الطاهرة لازال مستعدا لدفع المزيد في سبيل الحفاظ على الهوية والحفاظ على الكرامة والحفاظ على شرف العربي إذا على هذه الأرض لا يستطيع أن يفرط بشيء ورثه ولن يفرط بجزء من أراضي سوريا لا يمكن أن يفرط بما ورث من كرامة أكيد الحديث يطول يعني إذا بنا نعود نحكي ما منخلص وخاصة نحن كسوريين أصحاب حق وقضية طبعا دائما نحن منسعى أنه بس نسلط الضوء أنه نحن أصحاب حق والحق نرجع منقول لا يمودنا نشكر كثير وجودك معنا مدام ليلة وإن شاء الله هيك بيكون لنا يمكن مشاركات معكم بملتقيات وفعاليات للمقاومة إن شاء الله شكرا لكم والتحية لجولاننا الغالي ولكل أرضنا المحتلة أكيد شكرا إليك وشكرا لكل المعلومات الإلتياج شكرا لوجودك